تحية طيبة مرة أخرى وعذرا لهذا التأخير الموصل انتصارات ويستمرار التقدم ومعاناة مع استمرار النزوح نعم انتصارات حاضرة والتحرير خلي نقول على بعد خطوة بس بالمقابل المعاناة أيضا حاضرة 290 ألف نازح من جانبي الموصل الأيسر والأيمن حسب آخر إعلان الوزارة الهجرة طبعا هذا الإعلان قبل أيام وارتفاع العداد أمر مؤكد طالما هناك بين 10 ألف إلى 11 ألف نازح يوميا والمرجعية العليا في النجفة ناشد المواطنين بتقديم أي مساعدة ممكنة لنازحي الموصل يضاف إلى ذلك أو قبل ذلك المدنيين العالقين في مناطق القتال في الأزقة الضيقة للموصل القديمة حول هذا الموضوع ينظم إيانا عبر الأقمار السيد علي لمتيوتي عفواً أضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن محافظة نينوة سيادة النائب ياها لبيك أهلا وسهلاً حياكم الله نورتنا بحضورك أستاذ علي أقدر أدعي وأقول خطة تحرير الموصل خصوصاً خطة تحرير الجانب الأيمن كانت تفتقر للبعد الإنساني أتفق إياك جملة وتفصيلة نعم الخطة الأمنية محكمة ونرفع القبعات للقادة الأمنيين ولكن للأسف الشديد الوزارات الخدمية واللجنة المكلفة في موضوع النازحين لم تكن بمستوى الطموح ولم تكن بمستوى المسؤولية والوزراء كانوا في واد والعمليات تسير في واد آخر شنو اللي تريد تقوله يعني ما بها أي بعد إنساني فقط كانت تتركز على كيفية تحرير المدينة بها بعد عسكري أمني ماكو أي حسابات لا للمدنيين العلقين لا لكيفية تقليل الخسار بصفوفهم لا لكيفية إجلاءهم من مناطق القتال وبعد ذلك تقديم الخدمات المطلوبة لهم يعني حقيقة دعني أولا أقول إن شاء الله أيام بسيطة جدا وتتشافى وتتعافى جراح أهلنا في محافظة نينوة وتحديدا في الجانب الأيمن في مدينة الموصل نعم بإذن الله تعالى القطعات الأمنية والحمد لله وصلت مراحل متقدمة جدا بهذه الخطة التي حقيقة تحسب لهم وتدرس مستقبلا في مدارسنا العسكرية بإذنه تعالى لكن للأسف الشديد الوزراء ومن يعمل بمعياتهم بأكملهم لم يكونوا بمستوى المسؤولية لم يتفاعلوا بمستوى الحدث لم يعلموا إن شعب نينوة هو يعادل أربع دول من دول الخليج يعادل بعض الدول الأفريقية برمتها للأسف الشديد ورغم أنه كلنا يعلم أنه في مناسبات دينية في مناطق معينة سواء كان في مدينة كربلاء المقدسة أو مدينة النجف الأشرف في الزيارات الدينية يصل معدل الزوار إلى خمسة من خمسة إلى سبعة مليون زائر في اليوم الواحد وفي محافظة واحدة كل هذه الأمور عندما نأتي وندرس الخطط التي تعادل غرض الزيارات الدينية نجدها في أعلى ما يكون من الترتيب والمستوى العالي والمهني في العمل في النقل وكذا لم تستفاد هذه الوزارات التي كلفها السيد رئيس الوزراء وكلفها مجلس الوزراء وأن تدير الملف الخدمي في محافظة نينوة لم تستفاد من هذه الخطط التي عدت في استقبال حشود مليونية في يوم واحد في بقعة جغرافية ضيقة سيادنا طيني مجال شوي قبل ما نتحدث عن النازحين إجلاءهم نقلهم إلى المخيمات توفير الغذاء الدواء باقي الخدمات لهم ربما أكو مسألة أهم خلي أوصفها مسألة المدنيين العالقين بالأزقة بمناطق القتال أكو أفراط باستخدام القوة أو عدم التزام بقواعد بقواعد اشتباك لا إذا تسمح لي كلنا يعلم القتال ضد عدو متحصن في مدن وأيضا يستخدم المدنيين كدرع بشرية هذه لها قواعد اشتباك معينة زين الحمد لله القطاعات على مستوى المسؤولية بكل ولو على اعتبار الحديث عن صواريخ في هذه الأزقة الضيقة عن مدفعية تعمل في هذه المناطق الضيقة أبدا أبدا هذا الموضوع لا ليس بهذه الطريقة ممتص ممتص وأعيما أقول وأنا أبن مدينة الموصل وأنا لا أبرر وأنا لا أبرر أي انتهاك يحدث هذا بالتأكيد سمعت الكلام من السيد سامن نجيفي أحد قيادات تحالف القوى العراقية أتفق إياك هناك معالجات لمفخخات لدور مفخخة لقصف الطيران لمناطق معينة وتحدث فيها خسائر جملة تفصيلة وإلي ما نشتكي ضعف قوتنا ولازم نحرر مدينتنا بكل وضوح وهذه خسائر طيب عندك لا نتجاوز فتشغل حتى لا أرجع لها مستقبلا أو أثناء الحديث أنا ضربت مثال لم نستفاد من هذا الجهد اللي إحنا أصحاب تجربة به في هذه المدارس السنوات اللي راحت وشبه مناسباتنا الدينية تقريبا كل شهرين ثلاثة تكون موجودة ومتكردة تمشي النساء والأطفال وفي موسم الشتاء وفي لحظات البرد القارص وفي منتصف الليالي وفي زخات المطر القوية وكلنا يعلم مدينة الموصل على خط مطري في موسم الشتاء متكامل وبصورة دائمية لم تكلف نفسها هذه الليجان الموجودة هناك والوزارات المعنية في إصعاف هؤلاء الناس في تقديم العجلات أنه يكون هناك إركاب لهم في الحفة الأولى للقطعات كلنا يعلم أنه هذه مسؤولية وزارة النقل المفروض كنواب عن نينوة عدكم اتصال مع وزارة النقل ولهذا السبب ولهذا السبب من خلال قنواتنا الكريمة كانت هناك مناشدة ومن خلال مجلس النواب من نواب نينوة إلى رئيس الوزراء أنه يرسل وزراء الخدمين إلى مجلس النواب للأسف تفاجئنا قبل يومين بإرسال مجموعة من الوزراء بعضهم للأسف الشديد مؤشر لدينا خلالهم بصورة واضحة وجلية في كيفية إهمالهم الجسيم في موضوع محافظة نينوة ولم يأتي وزير النقل ولا يعنيه ومع العلم أن مشكلتنا الرئيسية بكل وضوح وأعنيها وأنا مصر عليها مشكلتنا الرئيسية في وزارة المالية رقم واحد في وزارة النقل رقم اثنين في وزارة التجارة رقم ثلاثة هذه الوزارات لأن هي قوت المواطن معها ونقل المواطن معها عفوان سيادة النقل أكو مشكلة بالنقل تتحملها وزارة النقل ووزير النقل ما حضر للبرلمان شنو المشاكل المتعلقة بوزارة المالية شنو المشاكل المتعلقة بوزارة التجارة والمسؤولين أو وزراء هذه الوزارات جول البرلمان ناقشتوهم كيفية حل المشاكل فيما يتعلق باطلاق الأموال فيما يتعلق بتوفير الغذاء الدواء إذا تسمح لي نعم حتى نوضح الصورة بصورة صحيحة أحنا طلبنا جلسة استثنائية تناقش موضوع التحرير والنازحين لنينوى وبالذات الجانب الأيمن هذا الموضوع جلسة أخذت منهجها الطبيعي والجدول المعاد سلفا ووضع على آخر اللائحة موضوع نينوى وكأنه الموضوع كان لا يعني رئاسة المجلس وكأن الموضوع وأصلا السيد رئيس المجلس غادر الجلسة لأمور متعلقات أخرى ودار الجلسة النائب الأول يا جلسة بيا تاريخ الجلسة مع الأول أمس أول أمس يوم الخميس نعم حقيقة نواب نينوى امتعضنا جدا من طريقة الإدارة والسيد نائب رئيس المجلس نائب الأول رئيس المجلس طلب من عدنا نواب نينوى أن لا نتكلم فقط نرسل بأوراق وقصاصات إلى الوزراء المعنيين هذه حقيقة تكميم الأفواه هذا موضوع لن يمضي معنا ولن نسمح لأحد أن يكمم أفواهنا وأهلنا يذبحون ويلقون على قارعة الطرق وأيضا نساءنا حفات تمشي مسيرة عشرين كلمتر إلى أن تصل لسيطرة العقرب هذه نعتبرها إساءة لأهل نينوى ولهذا السبب تم الإصرار من قبلنا على أن تكون تخصص جلسة لنينوى لتحريرها ونازحيها وين وصار الموضوع على يوم الاثنين القادم إن شاء الله وين التقصير يعني بعمل وزارة المالية ما يتعلق بعدم أطلاق الأموال المخصصة للنازحين بموازنة عام 2017 أولا إذا تسمح لي وزارة المالية مقصرة من رأسها إلى أساسها في موضوع كل المخصصات والأموال التي رصدت أولا للنازحين بصورة عامة لكل محافظات هناك قصور في إرسال الأموال وتحويلها وعمال علم هي قطعت من رواتب كل الموظفين العراقيين هذا واحد ثانيا تتعامل مع محافظة نينوى بإزدواجية كبيرة جدا والإدارة السابقة بكل وضوح ويسمعني ابناء الشعب العراقي الإدارة السابقة كان لها تعامل مع محافظات معينة تعطيها نسبة نسبة امتياز مئة بالمئة وتأخذ حصصها لأن هناك حصة معينة تستقطع للوزارة 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 لأشخاص معينين في الوزارة ومحافظة نينوى لا تعلم بمحافظها ومجلسها لا لا عفوا من فضلك رجعلي على هاي النقطة نعم ياهو الإدارة السابقة أي إدارة سابقة تقصد وإشتون الاستقطاع ديتهم وين ديروح لأي جهل أي شخص لأي شخصيات بكل وضوح أتكلم بوضوح جدا اسمعني ابناء الشعب العراقي طبعا المعلومات هذه موجودة عامة وواضحة وإنسان البسيط للشعب العراقي يعلمها زين هناك محافظات تأخذ حصتها إذا كان لها 30 مليار تأخذها تدفع نسبتها المعينة إلى الوزارة المالية بوضوح لأشخاص معينين زين وفتحت بهم ملفات فساد وبعضهم الآن موجودين خارج الوزارة بكل وضوح النقطة الثانية زين النقطة الثانية محافظة نينوى إذا كان للآخرين يأخذون 30 مليار نينوى تأخذ مليارين هذه إرادة منه عفوا ها إرادة منه هذه إرادة وزارة المالية والمتنفذين في وزارة المالية الإدارة الحالية للإدارة السابقة هذا إلى موضوع إلى قبل شهر وليغادي أكثر يعني بوضوحها شي شون عفوا منها الشهر وللماضي أرجع هذا الإدارة كانت في هذه الطريقة هذا كلام محافظة نينوى لي شخصيا ولمجموعة من النواب زين التعامل مع الملف المالي لمحافظة نينوى بانتقائية كبيرة جدا واحد هذا لم يسرع في موضوع رصد الأموال للنازحين متطلبات كثيرة لتوفير الطعام والأمور الصحية وكثير من الأمور التي المفروض تهيئ من خلال توفير الأموال النقطة الثانية وزارة التجارة وعدة مرات كان لنا مناشدة مع سيد وزير التجارة طبعا حضر للمجلس أول أمس ولكن بوضوح نحن لا نريد أن تكون وزارة التجارة فقط ترسل صمون من بغداد إلى الموصل وبصورة دورية وكذا هذا الموضوع لا أبدا أنا أشوف مع خلف القطعات موظفي وزارة التجارة ليسوا أشرف وليسوا أفضل من مراسل القنوات الموجودين على خط الصد ليسوا أفضل وليسوا أحسن وليسوا أفضل من أبناء الموصل اللي موجودين ويذبحون هناك المفروض العجلات مع الوزارة التجارة تقدم ما يطلبونه أهل نينا وصعرهم سنتين ونص إلى ثلاث سنوات يطلبون الحكومة العراقية من هذه الأموال المرصوة الأموال الشعب هذه وتكون موجودة في الحافة الأولى بوضوح طبعا قلت لسيد العبادي هذا الكلام سابقا لكن للأسف الشديد الوزراء الخدمين يديرون الأمور ببناء على مصالح لمدراء عامين موجودين في مناطق معينة طيني مجال شوي طيني مجال شوي أوضح الفكرة إذا تسمح لي عفوا عفوا حتى أستغل الوقت حملت الوزارات الخدمية نقل التجارة المالية مسؤولية ما يجري من معاناة وزارة النفط زين تفضل كمّل لي شنو موضوع وزارة النفط أكمل لك بس الفكرة وأتمنى يسمعوني طبعا الكلام نقلته الوزير التجارة الفكرة تكون السيارات اللي محملة مواد تموينية مالته للموصل ممنية من وزير التجارة أو غيره ولا من رئيس الوزراء هذه حصتنا بكل وضوح المفروض تكون ويا القطاعات هاي العجلات اللي بيها المؤن شنو شنو إذا تسمح لي بس أكمل الفكرة عفوا شنو مشكلة وزارة النفط بس يعني ما تخير نكمل الفكرة إذا هي شي ما أقدر والله نعطيك مجال حتى مدى أسأل بس دريد استثمر الوقت قبل ما يخلص إذا تسمح لي أتكمل لك رجاء الواقع وزارة التجارة ووزارة النفط بكل وضوح ووزارة الصحة هذولي ثلاثتهم ووزارة النقل هذولي أربعتهم يكونون خلف القطاعات اللي منهم مو خادم عسكر خلي يتعلم من العسكر العسكر يدرسون الدنيا كلها بكل وضوح هذولي يكونون موجودين خلف القطاعات اللي يخلي أبو الصحة واللي ينقل أبو النقل واللي يتقدم للأحياء المحررة بدل ما ينزحون بدل ما ينزحون يا سيد رئيس الوزراء خلت تقدم التريلات اللي محملة مواد غذائية إلى الأحياء المحررة تصل المؤن إلى داخل الأحياء الأهالي هناك جوعة الأهالي هناك ما يمعدهم أكل يأكلون صار لهم أكثر من أربعة شهر الموصل المحاصرة وقلنا لهم الأيمن ليس الأيسر الأيمن مقطوع به السبل أكثر من أربعة شهر لكن لا حياته لمن تنادي بكل وضوح لا لا استاذ علي المؤن إذا دخلت للأحياء المحررة راح ما يحتاج ينزح الآخرين ويدور آخرين صاروا ثلاث يام على قارعة الطرق ويسمعني وزير الهجرة هو محافظ الموصل ثلاث يام صار الناس على قارعة الطرق هي هاي النقطة اللي أريد أتحدث عنها وأريد أستغل الوقت بخصوصها حملت وزارة النقل التجارة المالية النفط وزارة الهجرة وينها من تشخيصكم وزارة الهجرة وينها من تشخيصكم واليوم الحديث عن ما يقارب أو أكثر من 300 ألف نازح بمعدل نزوح يومي من 10 إلى 11 ألف نازح هذا العدد الهائل وين ديروح لأي مخيمات المخيمات القديمة أصلا هي مقبطة تم إنشاء مخيمات جديدة تعرفش منطينهم أي خليسمع أبناء الشعب العراقي منطينهم كل نفار بطانية وهي الحاف هي غطة هي هاي الحالة للأسف الشدي أيام مخيم تحكي عنه هذه مناطق هاي الحالة شخصتها بأي مخيم عفوا؟ بعد التطقيق الأمني بعد التطقيق الأمني الأهالي يعبرون باتجاه المخيمات بالمخيمات ماكوا مكانات يعطوهم بطانية هي ينامون عليها وهي يضغطون بها ويلتحفون السماء خليسمعوني أبناء الشعب العراقي ترى أكو كارثة رئيس الوزراء أخويا الغالي الله يرحم والديك ترى الموضوع مو بطريقة روح فلان وزير وأو عزت وكذا والله الموضوع شبير يا أخوان هاي الموصل ثلاثة مليون بيها هاي الموصل ما يعرف أنه أهالي تلعفار نزحه أهالي سنجار أهالي البعاج أهالي جنوب الموصل كل موجودين بالأيمن بكل وضوح الدواعش أخذوا كثير من الناس ودوهم لديك المناطق الآن اتحررت ما يقارب نصف الأيمن اتحرر لكن ترثق البعض لورة أخواني العزاء الوزراء شقد تتوقع يوصل عدد النازحين البعض يتوقع من ستمائة وخمسين إلى سبعمائة ألف نازح أستاذ الغالي تتفقوا يا هذا الطرح أو هذا الرقام أقول لك شي واحد أي تعرف ليش النزوح ترى للموصل تعلموا أعطق من الفين وثلاثة الدواعش فوقهم والقاعدة المجرمين إلى هذا اليوم مزين بكل وضوح الأطفال صاروا أشجع من عدنا لأننا ما شفنا الطق بكل وضوح تشيها صاروا مثل ثلاث سنوات الطق فوق روسهم وهس القصف وكذا أقول لك يا لو متوفر المؤن ماكو نزوح ما تصل هذه 12 ألف يوم أمس استقبلت وزارة الهجرة والتدقيق الأمني 12 ألف بشر نزح بليلة وحدة الله يقبل إحنا بياعهد بياع زمان هذا الحقيقة بس للأسف الشديد الكل قاعد ما عرف أنا أعرف حضرتك بلجنة الأمن والدفاع ما عرف إذا عندك معلومة بخصوص عدد المخيمات وعدد الخيم داخل هذه المخيمات المخيمات المعنية باستقبال نازحين الموصل من الجانبين الأيمن والأيسر فقط مخيم الحاج علي أنشئ للمحافظة ونضاف له ألف خيمة جديدة بالفترة الماضية لكن كلها الآن غطيت بالكامل رجعوا نابع المخيمات اللي كانت مأهولة من النازحين سواء من غرب الموصل أو من السحر الأيسر بدأت بعض العوائل تغادر باتجاه السحر الأيسر قامت تنترس الخيم اللي تفرغ يخلون مكانها من النازحين الجدد لكن بكل وضوح الموضوع هي عملية ترقيع ليس إلا الموضوع هو عملية تنسيق وإذا ما يقدرون خلي سلمونا ياها مو استلموها ما يسلموها طبعا ما يسلمونا ما يسلمونا حضرتك عفوا حضرتك إذا زرت الموصل وجاي الشاهد هاي المعانات ومتألم لمعانات أهلك بالموصل فأكون نواب بالموصل أصلا ما وصله نواب من الموصل زملائك من الموصل يمكن أصلاً ما راحب لا لا إذا تسمح لي بكل وضوح أنا بكل وضوح ماكو أي قصور من النواب بكل وضوح ولكن العمل متفاوت هذا بدقة لكن الآن هناك نواب موجودين هناك في خط الصد وهناك نواب موجودين مع الأهالي في تلك المناطق النواب نينوى بأمانة الأغلبية العامة منهم ممتعض جداً من هذا الأداء وأول أمس امتعضنا من هيئة الرئاسة ووضحنا صوتنا أنا وبعض الأخوة النواب والنائبات وأجلنا موضوع ملف نينوى إلى يوم الاثنين بكل وضوح نعتقد إذا المؤن وصلت إلى الاحياء ويع ويع عملات التحرير والله ما رح يصير نزوح والله ما نحتاج نطلع الناس من ذي المناطق إذا دخلت الفرق الإسعاف الطبي إلى تلك المناطق كذلك اللي عندها إصابة وكذا ممكن نخلي المستشفيات الميدانية الموجودة الآن واللي انتشرت في جنوب الموصل لكن للأسف الشديد الكل تريد أن تعمل وفق سياد النار أنا عندي فقط سؤالي انتجاوزتها عندك إحصائية بخصوص عدد الضحايا من المدنيين بصفوف المدنيين والله هناك سقوط ضحايا بعدد ليس بالقليل بكل وضوح والآن قبل ما أدخل للقناة امرأة في منطقة موصل جديدة نزحت باتجاه القطاعات الأمنية المجرمين الدواعش قتلوا ابنتها عمرها اثناء السنة والمرأة وقفت بالنص تتوجه باتجاه القطاعات وتعف القطاعات ترجع على بنتها وأخير شي تركت بنتها حررتها منطقتهم القطاعات وتركت بنتها بالعراء أمرها اثناء السنة ونزحت هي لأن ابنها الآخر أيضا أصيب وجاء رجل تايخ ليها انضرب برجلو من وراء القناصين ما للمجرمين القتلوا الدواعش فبكل وضوح هناك أيضا نتيجة القصف الخاطئ ونتيجة كذا وبعضها حتى رؤات في غرب نينوى قصفوا من الطيران ما شاء الله في بارها نصف الجانب الأيمن تم تحريره نعم نصف متبقش قد عدد العالقين يعني بتقديراتكم من المدنيين بهاي المناطق غير المحررة حتى الآن يعني أنا أقول مؤقل من 500 ألف نسمة موجودة الآن في المناطق الغير محررة في داخل الجانب الأيمن مؤقل ومؤقل من 150 ومع نزوحهم كارثة إنسانية يضاف إلى الـ 300 حالي مؤقل من 250 إلى 200 ألف نسمة رح ينزحون ولسبب واحد ولسبب واحد ليس من الخوف وليس من كذا فقط من الجوع الموضوع الجوع في الجانب الأيمن هو سبب النزوح فقط الحل تتحرك العجلات المحملة بالمؤن خلف القطاعات البطلة وعند التحرير تقف الأمور وهناك كلام عن مواد غذائية بإمكان تتنظم الأمور خلال ساعات هذا اللي نطالب واضح سيات النائب بالوقت عندي خلص أرجو المعذرة شكرا جزيلا لانضمامك ويانا شكرا جزيلا نورتنا بحضورك قبل الختام وقفة سريعة ما أقدر أتجاوز مطار الناصرية الدولي خلي نشوف هاي الصورة لتوضح أغلبكم شافة هاي الصورة توضح مدخل المطار هي الآن أمامكم هاي صبات صبغت وتم الكتابة عليها مطار الناصرية الدولي يرحب بالضيوف الكرام يعني هي ما أعرف هاي هي مدخل مطار الدولي ما أدري أممي عالمي ربما هو حتى كوني تب كيفكم اختاروا لأن يعني من يكون هذا المدخل بهالشكل وقوطية الصبغ بعدها موجودة تركيه فلازم هذا المطار كوني لأن بالكون كله لا صايرة ولا دائرة مطار يكون هذا يكون هذا مدخل بائس يعبر عن البؤس الحالي هذا مو مدخل مطار هذا مدخل قراج مدخل ممكن علوة مو مطار دولي المطار طبعا تم افتتاحها يوم أمس أول طائرة استقبلها المطار هي طائرة وزير النقل بمناسبة افتتاح المطار المطار طبعا حيتم استخدامه فقط للرحلات المحلية فقط للرحلات المحلية لأنه إلى حد الآن ما حصل على السيتي كود اللي يتمنح منظمة الطيران الدولية للطيران المدني واللي يستخدم لتحديد المطارات العالمية يعني إلى حد الآن المطار مو مطار دولي فليش كاتبين علي دولي مطار الناصرية الدولي ما أعرف بس أنا بعدني على أنه بعدني مصر على رأيي أنه مطار دولي ونص وعالمي وأممي وكوني خلونا نشوف صورة ثانية هذه صورة تعبر عن الاحتفالات بافتتاح المطار عن جانب من الاحتفالات بافتتاح المطار سيارتين أطفاء واحدة ضربة ما يهيتي والثانية مقابلته ومسوين قوس النصر أو قلب الحب والطيارة فايته من جوه قلب الحب احتفالية افتتاح المطار بالماء وصلنا الختام الحلقة شكرا جزيلا على حسن المتابعة والازغاء لقاءنا يجدد وياكم يوم الأربعاء القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة